كابتن رامي الماتشت عم بارح انت بتقول الشخصية فرقت طبعا مع بعض الاخطاء اللي ارتكبها يوريشتش هعرف عند اول خطأ واسألك انت اول ما شفت التشكيل وراقيت الشيبي مش موجود فسرتها ازاي فسرتها اللي انت الشيمي عندك ده مفتاح لعب اه يعني انا شايف الشيمي من احسن الشيبي الشيبي انا ياسم الشيبي اه الشيبي احسن باكرايت في مصر يعني باكرايت نموذج بيدفع كويس وبهاجم كويس اه كروس بتاعه يعني انت عاوز من الباكرايت يدافع كويس وهاجم كويس والكروس بتاعه يكون كويس هو مفتاح لعب هو محمد حمدي اه ماينفعش يعني انا ما اعرفش هو اه الشيبي بص يعني الموديل الفني بص للمشكالة اللي بينه وبين الشحات مية في المية مية في المية بس في الكورة مفيش الكلام ده وكلر حتى في بداية المبراه هو جاب طاهر ناحية الشمال ويحسن عشان ما حصلش احتكاج بس في الكورة لا ما هو كعقلية الشيبي او حسين دي مشكلة برا الملعب احنا دلوقتي بنلعب على بطولة بنلعب في الملعب فيهم نفسها هتبقى طبيعية لكن مش هتوصل بيا اللي انا ايه في حاجة بيني وبين هاني فهتتقصر على في الملعب لا هو بدأ هو فكر في الحتة ديت وهو خسرها في الاخر يعني اول حاجة خسر تغييره كريم حافظ كان بالنسبة له على طول بتبقى تغييره هاني الشوت التاني بيعملها كويس بيعمل ممكن يطلع حمدي يبقى فوق كريم حافظ ويبقى يعمله جابها كويسة يعني هو خسر تغييرتين في تغييره واحدة بسبب اللي هو بص على الحتة اللي هي برا الملعب النادي الاهلي بدأ اول ربع ساعة ضغط عالي مداش فرصة خالص لبرامنز اللي هما يستحوزوا على الكرة ويبدأوا من تحت دي اللي فرقت مع النادي الاهلي وحتى الجوني الاولاني برضو الضغط العالي حسين قطع طاهر اكرم حسين وسام دي من الضغط العالي مظبوط فهو الضغط العالي اول تلت ساعة الاهلي عمل نموذج وبعد كده مش هتقدر زي ما بنتكلم مع بعض مش هتقدر تعمل خمسة اربعين دقيقة ضغط عالي مفيش مفيش حد بدني هاي ده لازم هياخد نفسه هو بياخد الاهلي نفسه ادى الكرة لنادي البرامنز استحوز بانت شخصية برامنز خطأ دفاعي من عب منعم يعني انا انا شايف عب منعم ما كانش يعني ياخد الريس كده على طول يعني عارف لو عب منعم واقف على خط الرامي هيستلم الكرة هو واقف لكن الخطوة اللي هو اخدها دي مش هيقدر هيثبت على رجل الشمال مش هيقدر ياخدها وده اللي حصل هو بيثبت ايه القرة اسرع من من رجل اللي ميل اه والفيرود طبعا ميلي فريستن ميلي فيرود انا شايفه من احسن الفيرود ده اللي موجودة في الدوري بلو راح بكل هدوء وعمل في انت على الشناو الشناو كان متخاله ويطلع برة تاني وحطاله عكس التجاو المطش حلاو بقى يعني تحس اللي هو فعلا مطش على بطولة الشوت التاني بداية البرامد اخطاء مترجبة يعني في كم خطأ في لعبة واحدة في الكورنر بتاع البول انا شايف مفيش تركيز اللعيبة واقفة مديها ضهراء للكورة لسه ما اقفوش بوزيشان صح تلات لعيبة من نادي الاهلي وقفين كان وسام ومحمد عب منام ورامي ربيع انت لو فيه صورة هتلاقهم التلاتة قصة عايزين صورة الجولة التاني لبرامد دي نقطة مهمة عايزة اسمع منك التلات لعيبة هاني مش بصين لكورن تحس اللي كانوا لسه بيتكلموا حتى احمد سامي الجون هو مش متفقين على اللعبة احمد سامي كان لسه جاي مش متفقين على اللعبة ولا كل الترتيبة دي كانت مقصودة لان انا حاسيت ان هي اربكة الاهلي لعيبة بيرامدز كسافة قليلة قوي جوة تنتاشر اتنين بس اي فورصة خمسة تقريبا او ستة من الاهلي كان تلاتة وخالد عب فتاح وطاهر مزبوط وحد تاني يعلمين ستة تقريبا كانوا ستة فالانبعيد قوي ده اللي هو وقت مكرة باسط بدأ يتحرك احمد سامي غالبا ده هو جاي انا بتفرج على على المرخص وبعدها قد اسبرينت وبعدها دخل الهد وانا عال 18 انا وخير اسبرينت ممكن يكونوا تريكا عمنا ممكن بس برضو لازم التلاتة اللي واقفين دول والناس جاية هاني عال 18 في حد بيبقى طبعا في المحاضرة بيمسك لا وبيمسك وعارف مين اللي طالع يعني احمد سامي جاي وهو جاي حتى من عال 18 المان اللي بيبقى ماسكه بنتكلم مع بعض اللي هو ممكن يروح له او يستنى او يخلي حدي ياخد باله منه يقرب منه لو طاهر واخد باله من احمد سامي كممكن ياخد معاه الخطوتين وطاهر اللي يشير صح لكن ما انا بقول لك هو اخطأ يعني كام خطأ في لعبة واحدة من الشناوي طبعا والشناوي عشان الزحمة اللي قدام وبعد ما خد الخطوتين هاني خطأ الشناوي في الهدف ده واذا كان يسأل عن الجول الاولي بدرجة او باخرى في الجول هو مش المسؤول الاول بكل تأكيد كان انفراضي يعني لكن خلى الناس تسأل تاني مين الاحق مش دلوقتي احنا شايفين انه دلوقتي الاحسن مصطفى شبير ولا لأ محمد الشناوي عادي انه ياخد لغاية ما يستعيد المستوى الاكبر اللي هو الطبيعي بتاعه شايف ازاي الجدلية دي في اختيار حارس مرمال اهلي انا بحس اللي احنا يعني عاوزين حاجة نتكلم فيه اه يعني احنا قلنا قبل كده اللي في اي فرقة في العالم فيه حارس اول وحارس تاني اه في راما دي دي كورتوة لما تعور ولعب الحارس الحارس التاني وجي في النهائي انشلت لعب كورتوة اه يعني انا شايف الحارس الاول انا شايف الشناوي ممكن فترة الاصابة اللي هو قعدت معاه كتير ديت هتاخد فترة على ما يرجع لمستوى الطبيعي وده ما يقلش لمصطفى شوير دي حاجة تتحسل لمصطفى شوير لان انا راجل عارف اللي انا في اي وقت راجل بيلعب وبيركز وبيقدي بأداء كويس فانا انا شايف انا محمد الشناوي هيحصل اخطاء حتى لو هو فرموتو العالية ممكن يحصل منه اخطاء مش عاوز اربط بقى اخطاء محمد الشناوي اللي مصطفى شوير الفترة الاخيرة ملاعب وكان كويس يبقى ليه لأحقية هو راجل بيعمل روتشن بينهم بس دي حاجة كويسة اللي يبقى فيه نفسه بينهم وما الاتنين لكن ما ممكن مصطفى ييجي اخطاء يقولك طب يا ريتنا كنا ايا انت كمدرب بالمشهد دو قدامك هتروح عامليه لا هتثبت مصطفى ولا هتدي الثقة هتدي الثقة هتدي الثقة اصل الشناوي هو خطأ بس مش يعني الجنل اولين انا بقولك لأ صعب على الشناوي مش انفراد انفراد وهو نهاية كويس اه لكن الخطأ التاني بتاعي الجوني التاني لا خطأ من الشناوي من مساكين دي اهي دي اللقطة انت بص ودي هنا بعد ما باصت للشيبي للشيبي بدأ اهو احمد سامي تحت خالص او عند القص ده طاهر ده في ظهر طاهر ده بيقولك المنطقة العامية عندنا في الكورة اه او في الجولو منطقة عامية بيبقى جاي كله باصص للكورة وهو جاي واخد اسمها المنطقة العامية اهو بص المساحة الفاضية الكبيرة دي اللي ما بين خط 18 اللي غاين خط الستة ياردات اه انا بس عاوز اعرف مين اللي قد يعني خالد عفتاح مش عارف مين اللي مع القاي اللي هما جوا الستة ياردات اه عشان الصورة بعيدة انا عارف التلاتة اللي هناك وسام ورامي قريبا خالد اه خالد واحد تاني فيه اتنين مزبوط لقاي حتى كان انا عاوز اقول لك هاني الكورة دي لقاي كان بيش ابو مية ايو والكورة نتلعب بسرعة وفيه ناس قارت ان الكورة دي ممكن تبقى تسلل على لقاي لا بس هو لقاي ما لوش لا بعد ما تلعبت بعد ما تلعبت هو طلع ايو وما تلعبت لا هو كان برع خالد عفتاح انا خالد عفتاح اعني اصلا ما كانش افصايد تقصد لا وضعيته هنا الكورة بعدها ترفعت احمد سامي الوحد تماما طب فين لقاي بقى اهو ما شاركش اصلا في الكورة ايه الكورة اصلا ما بعيدة عنها لا بعيدة احمد سامي فهي هو احمد سامي على فكرة متعود يسجل في مرمى الاهلي والزمالك ايه بقاميس بيرامز كذا كذا مباراة بيسجل فيها فانا بقول لك هو الخطأ من البداية اصلا دي انت لو جبت قبل ما تروح للشي بالكورة يعني خالد عالفتاح اللي في ظهر الشي النوى ايوه واللي جنب خالد كان كريم فوالد اه كريم فوالد والثلاثة اللي انا قلت لك عليهم اللي كانوا على الستة انت اصلا قبل ما الكورة تلاقي بشل الشي بي كانوا بتقاتي اقفيني يتكلموا مش بصين لكور ايوه بس انا بصراحة بالمشهد ده بوقفات لعيبة بيرامز انا شاف ان دي تركاية مقصودة من بيرامز يعني الاهلي اخطأ في التعامل معها بس بيرامز ما اعتقدش ان الصدفة هي اللي خلت المشهد دي اصلا انا برضو هي ممكن تكون تركا وليد الكارتي بيش كورنر بيبعمل كده ايه بص وليد الكارتي اه ورقز بيدخل في الكور السابت اه فهو ممكن يكون التركا بس المسافة بعيدة قوي يعني المسافة بعيدة قوي بص اصلا بص احمد سامي لو تلاحظ بدأ يتحرك اول ما الكورة تمررت من مصطفى للشي بي فواضح ان هي لما ده يحصل ده يبدأ يتحرك لو جاي تروت الحد الثامنتاشر وخاري فوليس بيرينت اه ممكن تكون بس انا بقولك لو طاهر واقف كل الوقفة يعني بص كل واقف مدي ويشه للكورة بص لو واقف بس بزاوية رؤية كده يلمح بس احمد سامي كان ممكن طاهر يكمل ويشه صح متفق عموما الاهلي تعادل بعدها ثم فاز هقف عند التعادل ده وضربة الجزاء اللي حصل عليه حسين الشحات جملة سريعة هجمة مروغة ممتازة لمحمد حمدي ضربة الجزاء ضربة الجزاء رأيك فيها الاول هو طبعا السرول اللي اتعمل من امام عشور ده احسن حاجة امام عملها الماتش مبارح عمل من نص الملعب عملها بظاهر محمد حمدي عاوز اقولك هو اللي عمله احسن حاجة عملها في الماتش مبارح لانه في مجمل المبرامة كانت في افضل حاجة مش هو امام يعني بقى له ماتشين ثلاثة مش هو امام لكن اللونج بس داي باين هو باعب كبير يعني فعاوز اقولك يعني اللي عمله حسين ده طبيعي وراح بسرعته وشايف احمد سامي وحمد هيعمله كده هو هو بمواقف عكورة بيرتكس برجله اللي هي